أنزل الحنطة هنا هيا صرنا الآن نملك حنطة السوق كلها هيا ما هذا؟ لا يجب إخراجه هذه الحنطة قبل ثلاثة شهور لا 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 الذي تغفيه يا قطار لا شيء أما علمت أن شحنة للغلال قد وصلت الإسكندرية إنني إنني تريد منافستي؟ بل بل ومن يكون هذا الشاب؟ إنه شريك محيد دين محيد دين الخروبي تريد احتكار الحنطة يا قطار كيف عرفت؟ بلغني أنك تشتري الحنطة من الفلاحين لتخزينها مع أني كنت أنوي فعل ذلك لكنك لكنك لست تاجرا لقد أمرت بمصادرة أجولة الحنطة ها؟ هذا ظل شه شه اسكت وإلا ضعنا يصادر الحنطة ونصمت وانت لك أسكت ألا يروق لك هذا أيها الفتى هو لا يقصد بل أقصد ولن أصمت على هذا الظلم يولي كان الغبي بلي أقطع لسانه هذا الفتى إذا اقترب مني أحدكم فسوف أقتله في الحال سأقترب منك أنا أيها التافي نبش آه اقتلوه اقتلوه ما.. ماذا فعلت أيها المسنون ماذا فعلت؟ هيا خرف انا انتضر آه أنا لأ أعرفه لا أعرفه آه اخذوا على أفل أنا لأ أعرفه لأ أعرفه آه ماذا قلت يا ابن حجر؟ أيريد السلطان نفي إلى الشام؟ لا بل ولاية القضاء في الشام يا مولايا السلطان هذا نفي مقصود لا بل تكليف الإمام لرجل يزق في عدله تلك الضار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين لم يأتني جوابك حتى الآن مولايا السلطان للقلوب صدأ كصدأ الحديد وغاية خوفي أن يصدأ قلبي فينطفئ نور الإيمان ويذهب العلم عنه قلها بغير مواربة ألا تريد قضاء الشام؟ ولا قضاء مصر فليكن سأعفك من القضاء على أن تعلن على الملأ لأنك اخترت القاضية بنفسك وآثرت التفرغ للعلم اختيار وهم أم حقيقة؟ أنا لا أخلف وعدي يا ابن حجر أشر علينا باسم القاد الجديد قل من تريد؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم سأعطيك فرصة هذا الليل ونهار الغد مولايا السلطان المعظم مولايا السلطان المعظم ماذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ألا ما أعزيتك من قبل؟ ثم تكارثة ثم تمصيبة يا مولاي ماذا حدث؟ يمكنك الانصراف الآن يا ابن حجر وموعدنا في الغد بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها ماذا ورعك؟ جناب الأتبكي قتل ماذا؟ وقرع طرف شمس الدين القطان لا بأنه اتفق مع محي الدين الخربي لا ما أعترف على قتل مولانا السلطان وإثارة الفوضى هذا كذب واشتبه في كون جناب الأتبكي أن يكون هو نفسه مولانا السلطان كيف يحدث؟ فهجما عليه وقتلاه كذب لكن جناب الأتبكي نجح في قتل محي الدين افتراء بينما حاول شمس الدين القطان الفرار هذا كذب وافتراء فأمسكنا به والأمر الآن بين يدي السلطان أنت كاذب كاذب أصبت أصبت وإلا قتلتك وغيرت هذه الرسالة أصبت لا لكم الله أيها المماليك الضارة حيا حيا فمولانا السلطان ينتظرونا دعي دعي حيا 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 موسيقى موسيقى موسيقى